المجلس الأعلى بشأن الهيكل الإداري للمجلس العلمي لمعهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم موجها الأمانة العامة إلى استكمال الإجراءات المطلوبة مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن وأكد المجلس اعتزاز مملكة البحرين بخدمة كتاب الله تعالى مشيدا بالدعم الكبير الذي تحطى به الأنشطة المتعلقة بالقرآن الكريم من قبل عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحكومته الوقرة كما أعرب المجلس عن سعادته واعتزازه لحصول وفد شباب البحرين على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف السابع والعشرين لشباب دول مجلس التعاون في دولة قطر الشقيقة إلى ذلك أكد المجلس أهمية تطوير الأنظمة الإدارية والمالية للمعاهد الشرعية والحوزات الدينية لما من شأنه تطوير العمل فيها وتعزيز مخرجاتها العلمية كما تم استعراض تقرير لجنة النظر في الطلبات المحالة من مجلسي النواب والشورى لجن طلبات مجلسي أو مجلس نواب لمعرفة رأي المجلس من الناحية الشرعية في عدد من المراسيم والاقتراحات بقوانين